يعيش حزب الله مرحلة غريبة في مسيرته يريد حوارا بلا شروط ويشترط في الوقت نفسه تأليها مقولة الشعب والجيش والمقاومة إما أن تقبلوا بالمقاومة حتى لا تحتل إسرائيل لبنان وإما أن ترفضوا المقاومة لتحتل إسرائيل لبنان فإذا رفضتم المقاومة يعني أنكم مع احتلال إسرائيل للبنان يريد حوارا وفي الوقت نفسه يتنكر لكل ما توافق عليه مع خصومه في حوارات سابقة من حوار 2006 وصولا إلى إعلان بعبدة الذي نعاه رئيس كتلته النيابية محمد رعد هو ما يقال عن إعلان بعبدة الذي ولد ميتا منذ ولد لم يبقي هؤلاء من إعلان بعبدة إلا الحبر على الورق يريد دولة شرطية سير في الضاحية الجنوبية لبيروت ويريد أن يقوم مقاتلوه بمهمة حفظ الأمن حزب الله يقوم بالهروب إلى الأمام موضوع السلاح الكيميائي الذي أنكره بداية عن نظام السوري ثم أقر به ثم أقر بتسليمه في مكان ما شكل خللا بالتوازن استراتيجي الحزب الذي طالما تغنى بأن السلاح زينة الرجال يشهد انهيار السلاح الأساسي في محوره الممانع بتسليم نظام الأسد السلاح الكيميوي وهو يحاول رمي قنابل دخانية هنا وهناك ليشتت عنظار خصومه وليشتت تفكير جمهوره أيضا عن تلك الهزيمة يفترض أنه في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل تمتلك هذا السلاح ونظام السوري امتلكه من مال الشعب السوري ومن خدرات الشعب السوري كورقة احتياطية ليقيم بها توازن استراتيجيا مع العدو الإسرائيلي فإذا بنا لا يستعمل هذا السلاح في وجه العدو الإسرائيلي يستعمل بعنف ضد الشعب السوري حزب الله يدعم هذا الاستعمال والآن يحاول أن يغطي هذه السقطة الكبيرة وهذه الهزيمة الكبيرة من خلال تسليم هذا السلاح ربما هو انتصار إلهي جديد لكن حزب الله هذه المرة لا يجد ما يقوله لجمهوره سوى أن الآخرين عملاء لإسرائيل فيما حليفه الأسد يسلم سلاحه إلى هذه الإسرائيل نفسها أي الإسرائيل لا يوجد هذه المرة ترجمة نانسي قنقر